طلابنا الأعزاء نزل جدول مالتكم أكو شغلة أريد أقل لكم عليها شغلة خفيفة بسيطة لا تسوي هذا الخطأ بعض الناس رح تنشر تقل لك أسوي جدولك من تلك تقرأ بالعكس جدول المراجعة بالعكس يعني بلش بي الفيزياء فرنسي دماغ المتميزين كيميا رياضيات أحياء إنجليزي عرب إسلامية أنا ما أنصح بهذا الشيء أبدا هذا الشيء خطأ ليش أستاذ محمد؟ طلابنا الأعزاء أحنا نعرف المستويات مستويات الطالبة مختلفة يعني أكو طالب جدا قوي باللغة الإنجليزية أكو طالب جدا قوي بمادة الرياضيات أكو طالب جدا ضعيف في مادة الفيزياء طالب يعاني من مادة الفيزياء الشون أخلي طالب يبدأ بمراجعة بمادة الفيزياء ويبلش يقرأ بيها وهو ما عنده أساسيات هاي المادة وهو ما نضبطها فأني ما أنصح أنه إحنا نبلش بمادة الفيزياء لأنه أنا أدسي جدولي بالعكس أنا أنصح أنه إحنا نبدي بالمادة اللي إحنا نبلشين بيها ومسيطلين عليها نوعا ما حتى نخلص من عدها يعني إذا أنت شكو مادة تحس نفسك مضبطها ويعني ماشي بيها ها أخلاص من عدها بعدين أبدأ بيلي بعدها إلى أن توصل إلى أصعب مادة تخليها بالأخير الرياضيات أو الكيمية أو الفيزياء حسب الطالب منين يعاني أو الجزائي بيعاني من إنجليزي أنا نصحك تخلي المادة أخير مادة زين فطلابنا الأعزاء لا تخطون هذا الخطأ وتبدون بالعكس مادة الصعبة تكون بالأخير أنا أريد أن يكون لك وقت أنت طالب مخلص المواد السهلة كلهم ومسيطر عليهم ومورك تمام ومورك مئة بالمئة أنت استثناء ابدي بالمادة الصعبة لأن أنت مسيطر عليك كل المواد خلص عندك المواد الصعبة بلش مادة الصعبة بلش بمواد الصعبة هذا الشيء فأنت سدد وقارب سدد وقارب شوف شيء مناسب لك وشيء صحيح سوي لا تسوي شغلة لأن فلان نشر جدول هذا الشيء لا تسوي هذا الشيء زين دفع 2024 ما عرف شو حتشي بس أقول الله يوفقكم الله العظيم يقول الله يوفقكم يا رب تحياتي لكم حبايا بقلبي طلاب وطالبات أسأل الله أن يوفقكم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر